سب ده يعني إيه أنا مش فاهمة؟ والله العظيم أنا كمان مش فاهمة إزاي ده حسن أنا حاولت أهرب منه بكل الطرق وقلت له أكتر من مرة أنه يرجع لمراته بس هو مصمم لأ وبعدين جيه إلي النهار ده أنه أنه بيحبني مين اللي بيحبها أنا مش همق أي حاجة إيه ده احنا مش هنخلص غير لما تعرف الأستاذ علاق يا ستي صاحب الشغل بيحب أختك يما ما تروحش الشغل تاني لأ أنا لازم أنزل للشغل ده مهم قوي بالنسبة لي يبقى قطعي الموضوع ده وإخلاصي منه يا بنت بتقولك بتحبه الله اسكوتي شوية ما هو ده هبل بقى وحبك بقى الماجدي ده مش هبل؟ لأ طبعا مش هبل وكاميليا وأحمد ده إيه؟ يو بقى إعلقة تاميليا دلوقتي بالموضوع كل شوية الحط كاميليا في جملة مفيدة ما هو كل واحد فيك وأعيش حالة شايف نفسه فيها الصح والبقى كله غلط تقدري تقولي لي يا كاميليا؟ إيه الصحة في علاقة ناجلة بماك دي؟ ولا حاجة؟ يبقى أنت مش هبل ما أي حاجة خالص على فكرة أنا مريدة وهو مريد هو متقبلني وأنا كمان متقبلان اللي عنده ده محدش هيحس بيه غيري وكمان اللي عندي ده محدش هيفم صعوبته غيره يمكن لما كانش مريد ما كانش أقرب ليه وكان هيرب بقى زي غيره لما عارف وأنا مش متضايقة من ده أنا بس مبسوطة أن أنا لقيت حد أحس معاه وعيش معاه اللي أنا كنت عايز أحسه يعني وله يحصل بقى بعدين مش مشكلة أنا هوم أعمل شاي وأنا كمان زيها لا يا سمر أنت مش زيها ماك دي من دور نجلاء يمكن تكون ظروفهم صعبة لكن الظروف دي هي اللي جامعته أنت بقى رايح تحبي واحد أكبر منك في السن وقد أبوكي وما تنسيش أن صاحبتك دي هي اللي جابت لك الشغل فاهم أنا بقى صدي؟ واخد بالك؟ لا مش واخد بالي لأن المشكلة أصلا مش كده هي المشكلة أنه يبقى قد بابا مش أنت يا كاميلي قولتيلي أن لو رجع بيك الزمن حتتجوزي للشخص اللي أنت بتحبيه طب ليه قولتيلي كده يا كاميلي طب أنا ممكن أبعد وأعمل نفسي كأن الحكاية دي ما كانتش موجودة وأنسى وبعدين أروح أتجوز واحد تاني ما أنت عارفة أنه قلبي مش هيقدر ينسى تبتكلمي عن واحد كأنك بتحبيه بقى لك خمس عشر سنين فيه إيه؟ لا الحقيقة مش كده بس أنا كل حاجة نفسي فيها شايفها فيه أنا مش هنكر أن أنا ساعات بقى أدقنع نفسي وبقول إيه اللي أنا بعمله ده إيه اللي أنا بفكر فيه ده بس بلاقي نفسي تاني يوم رايحا له بس بلاقي نفسي تاني يوم رايحا له باستني أنه يجي يصبح علي يسلم علي يتكلم معايا ممكن أطلب منك طلب ما تقولي ليش ما تروحيش للشغل لأني حروح عايزك يتاخدي هدنة فترة تفكري مع نفسك بس قوفي قدام المراهة تخيلي روحك معاه بعد خمس عشر سنين جواز حيبقى شكلك وإيه؟ تخيلي نفسك ماشي معاه في الشارع قدام الناس قدام صحابك بلاش ده كله هتقدري تتحملي الناس ويا بتتاهمي بأنك خربتي بيتهم طيب أنا هعملين أنا ما قدرش أمنعك أنك تروحي الشغل ولو صحيت الصبح ولقيتك روحتي برضو مش هقدر أعمل حاجة لكن أرجوكي كل مرة تشوفي فكري في اللي أنا قلته لك وما تنسيش أبدا أنه تجوز وخلف وعاش حياته كلها وإنتي ممكن تكوني تجربة وتعدي وتخلص فاهماني؟ ويبقى الحب ذلك اللغز الذي لم يعد تعرفه ولم تعد تستطيع أن تعيش إنها حتى الآن بين أن تعيش حبا يمنحها الحياة وبين أن تبتعد لتوهب غيرها الفرصة الأخيرة وبعدين بقى عشان أول ما تصحيت لقيها إن من يمنح الفرصة للآخر يعطي له حياة جديدة ومن يعطي الحياة لمن ينافسه في الحب؟ وكأنما وهب الدنيا وما فيها وعلى فكرة الرواية حلوة قوي يا صمر تفضل تفضل أنا بعتذر جدا معادة الصبح يعني كان مستعجل كان عندي معادة للأسف ما قدرتش أقعد زيادة يعني تفضل أقعد أنا برضو استغربت أن السكرتاريا بتاعتك اتصلت هنا في المكتب وطلبوا معادة تاني في نفس اليوم أنا كنت متأكد أنك مش هترفض تشرب بيه؟ لا خالصت أنا جاي عشان عزمك على العشا ومنها يبعيشوا ملح ومنها نتكلم شوية مع بعض أنا ما عنديش مشكلة ننزل نتعشى في أي مكان بس لازم تشرب حاجة الأمي ماشي أخد شاي سكرك إيه؟ لا مغير سكر خالص برافو حتي يا ابن اتنين شاي يلا على طول برافو عليك السكر دا صلو حاجة سيئة جدا والمفروض الواحد بعد التلاتين بصراحة يمنعه خالص وخصصاً أنه غيلي كمان ديوم انتو بص بقى محمد أنا قابلتك النهاردة عشان حاجتين الحاجة الأولى تخص الأنسة مروه مروه؟ أيو بصراحة مش عجبني شغلها مع متحة يعني مكانتها هناك مش عجباني لو جت هنا أكيد هتاخد فرصة أحسن وانت أكيد هتأثر عليها حاجة تانية الحاجة تانية أنه أنا عايز أقولك أنه أنا عايش الأيام دي في حالة كده من حالات البيات الشتوي بيات شتوي؟ ليه كده وجه بيه؟ يعني مش عايز أي حاجة تلطني وديك شايف الأجواء العامة مش مظبوطة مش عايز أخش في مشاكل مش محسوبة أي خطوة دلوقتي مش محسوبة ممكن تأذيني في شغل وانت ما تعرفش أنا تعبت قد إيه وعنيت عشان أوصل للمكانة اللي أنا فيها دي لا بس يعني هو اللي أنا طلبه من حضرتك ملوش أي علاقة خالص باللي بيحصل على الساحة على فكرة ده اتهيقلك كلامك على معتقد مش سليم مش أنت لسه جديد في السوق مش قوي يعني أيوة يعني الشركة بتاعتك جديدة أنا عارف كده آه فعلا هي الشركة جديدة أنا آسف طبعا أنا سمحت النفسي أن أنا أجمع معلومات عنك لا خالص بالعكس ده انت لو عايز أي معلومة أنا ممكن أجيبها لك بنفسي لغاية عندك مش أي مشكلة لا بس هو الحقيقة يعني أنا طالب منك أنه إحنا نفضل أصدقاء مقربين لبعض الفترة دي أحسن انت ليه خايف يا وجه بيه نعم أنا خاف أنا ما بخافش أنا مش قصدي لا سمح الله خايف أنا أنا قصدي أن أنا حاسس في جلام ساعدتك أنك الآن تشتغل معي بصوا وجه بيه أنا شغلي كله في السليم ما بشتغلش في الغلط ورقي كله مية مية كل الموضوع بس أن أنا فتحت دماغي عشان أوصل لأنا عايزه وأنت طبعا سيدل عارفين اللي بيفتح دماغه في البلد دي بيوصل للي هو عايزه وبيأثر على نفسه مسافات وطرق كتيرة أيوة بس جايز الطرق دي تكون مقلقة ودايما بيبقى فيها وبعدين الأمور يا أستاذ وجه بيكون ليه وجهين واجه بيبقى قدامي الناس كده عادي يعني بابلك زي ما بيقولوا واجه تاني بيكون بيني وبينك بس آه بس أنا ما بحبش أشتغل في الضلم لأ أنا ما قلتش انشغل في الضلمة أنا قلت وش يكون بيني وبينك بس الشغل ده مليان أسرار أوجيه بيه ولا إيه طيب أنا أكون معاك صريح بيني وبينك أنا مش شايف أن فيه مصلحة أو أي نوع من أنواع المصالح في الدين اللي بيني وبينك يعني أنا راجل سياسة وانت راجل راجل مال راجل مال وانت راجل سياسة والسياسة والمال بينهم جواز غور فيه صعب عاجل يتفسر أو لا إيه؟ كلامة غريب راجل السياسة أوجيه بيه دايماً محتاج للدعم الاقتصادي راجل السياسة دايماً محتاج للفلوس للمني اللي يقدر من خلالها يمولي الحزب اللي بينتمي ليه ولا أنا غلطة؟ من الواضح كويس قوي إنك فاهم الأمور بتمشي إزاي السياسة يا أوجيه بيه عاملة زي المستشفى بس المستشفى القطاع الخاص يعني اللي معها فلوس بيتعالج أما اللي ما مروش بقى بيموت طيب طيب ماشي إحنا إيه؟ إحنا مش هنقوم نتعشة زي ما وعدتني ولا إيه؟ واضح إن أنا تكلامي عجبك يا أوجيه بيه نتعشة بس مش قبل ما تقولي إن إحنا اتفقنا أكيد هنتفق أكيد خرج النهاردة شي ليه من دماغك بقى؟ أنا لازم أبقى عملح سيبي بعدين انت وعدتني إنك مش هتسيبي إنت عارفة أنت عايزة إيه؟ إيه؟ إنت عايزة تجيله مصيبة دخلوا السجن وما يخرجش تاني قبل يا ريت أهلاً 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 إزاي يا كواجيه؟ إزايك يا مات إيه الصدفة السعيدة دي؟ أعمل إيه؟ أهلاً يا أستاذ إزايك الحمد لله إيه الأخبار؟ أولاً أنت لسه مصر تبقى بعيد واخد جنبي من اللي بيحصل لا يا سيدي أنا بتق الشبهات بخاف على نفسي إزايك يا عايز كويسة على فكرة أنا اتكلمت مع مروة قبل كده كتير عشان تحتدلي بعيد معاكي مروة؟ أه مروة مروة مع وأنا ابن عم وأنا ابن عم أه آه خير خير إن شاء الله آه آه بس هاني مفيش ده لوقتي نتكلم في الشغل على أعتبار إن إحنا قاعدين مع بعض وبتالي نتعرف مع بعض الأول صغل؟ هو إحنا في بيننا صغل؟ هو الغاية دلوقتي لسه بس إن شاء الله يكون إيه ده؟ وأستاذ أحمد بيشتغل في مجال الأزاء وإحنا ما نعرف شغل إيه؟ لا الغاية دلوقتي برضو لسه لكن إن شاء الله برضو هيكون تمام تمام هذا مصح تتفضلي؟ إيه يا بنتي ما تتفضلي؟ موسيقى عمري في حياتي ما كنت متخيل إن ممكن أتجوز بالطريقة دي الله هي ولدي بس أنا مبسوط قوي مالك القتيل مش عاجبك أو حاجة؟ لا بالعكس ده حلوة أوي حلوة أوي؟ أسلاة؟ ميرا أنا مش عايزك تبيقى لأي أنا خالص ما عايزك تنسي أي حاجة ممكن تدائق في الدنيا عايزك تنسي الناس اللي إحنا كنا عارفينهم أساساً بقولك إيه؟ نطلب عكل بقى صح؟ ماشي ماشي؟ ده الطعامة والجمال ده كل موسيقى 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 على فكرة موسيقى 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 موسيقى